اشرف وزير الشؤون الخارجية وثعون الافريقي ناصر بوريطا اليوم الاثنين بمدينة العيون رفقة وزير الخارجية لدولة البحرين والسفرها بالرباط على مراثم افتتاح قنصلية عامة لمملكة البحرين بالعيون مراثم افتتاح قنصلية البحرين بالعيون والتي تعد ثاني دولة خاليشية والتاثع من نوعي بالمدينة جرت بحضور وفد رسمية يقوده والي جهة العيون عبدالسلام بكراتة ورئيس الجهة سيدي حمد والرشيدة وبحضور ثلاث من منتخبية الجهة وشخصية مدنية وعسكرية ونخبة من رجال الاعمال والاقتصادة وممثلية المجتمع المدنية بالجهة ويأتي افتتاح قنصلية البحرين بعد ايام قليلة من الانتصار الدبلوماثي التاريخي الذي سجلته المملكة المغربية بعد قرار الاعتراف الصادر عن الرئيس الامريكي دولاند ترامب والقاضي بثيادة المغرب على كامل الصحراء وافتتح ايضا ثفر جمهورية هايتي بكندا البرت ارتيث اليوم الاثنين مقر القنصلية العامة لهايتي في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية وكان بوريتا قد ترأث نهاية الأسبوع الماضية حفل تدشين الثفارة جمهورية هايتي بالمغرب رفقة وزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي حيث تم خلاله التوقيع على اتفاقيتين واهم الاتفاق الاول خارطة طريق للتعاون للفترة من 2021 الى 2023 تشمل العديد من المجالات بينما كان الاتفاق الثاني عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكون الدبلوماسية ترهم ارثاء ايطار للتعاون المستدامة في مجال تكون الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية اكدت المجال الفرنسي لوبوا يوم الاحدى انه بقرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراب بالثيادة المغربية على الصحراء يكون المغرب قد تفوق على الجزائر الداعم الرئيسي لعصابة البوليساريو وكتبت لوبوا في مقال بعنوان المغرب ضد الجزائر معركة للقمة ان المملكة حققت ايضا نصرا دبلوماسيا مهما انه تتويج لمصار وموقف واوضحت المجال الفرنسي انه باعتراف الولايات المتحدة بالثيادة على الصحراء فان المغرب يحرز نقاطا على الجزائر التي اضحت تحت الضغط وحسب الصحيفة فان هذا القرار الوازن لواشنطن القاضي بالاعتراف بالثيادة المغربية على الصحراء المنطقة الغنية بالفصفات والتروات السمكية لديه ما يثير غضب الجزائر العاصمة متسائلة لكن هل تمتلك حاليا الوسائل الدبلوماسية وجاء في المجالة الفرنسية يمكن القول بتواضع ان الجزائر مكبلة الحراك كوفيد تسعة عشر الرئيس تبون المتواري عن الاندار منذ ازيد من اربعين يوما الجزائر العاصمة تعاني من حكم يناهد الشارع وفراغ في اعلى هرم الدولة انه وضع شبحي مقلق عندما نعلم درجة تركيز السلطات لدى رئاسة الجمهورية المقعد الشاغرة الذي يكلف عدة نقاط واشارت الى انه في غضون ذلك فان المغرب خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد الثالث اوجد دبلوماسية افريقية تراهن على المدى الطويلة اتفاقيات تجارية بنيات تحتية مراكز مالية دبلوماسية دينية التشييد منهجية واكدت لبوا انه عندما يثود الجزائر العاصمة المزاج الثيء المتكرر تشير باستمرار الى اليد الاجنبية وتلجأ بشكل دائم الى نظرية المؤامرة والرباط تذرع علاقاتها الجيدة وترعاها كما هو الحال مع دول الخليج وخلصت المجلة الى ان ردود الفعل بعد القرار الامريكي في البلدان المغاربية كانت ذات حدة منخفضة باستثناء الجزائر اصبح في حكم المؤكد ان ثنة الفين وعشرين التي لم يكن فألوى حسنا على العالم بسبب جائحة كورونا كانت على العكس من ذلك اكثر من ثنة متمرة للديبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء خاصة بعدما توجت باعلان الرئيس الامريكي توقيع مرسوم باتر فورية يعترف بالثيادة المغربية على كامل العقاليم الصحراوية وهو الامر الذي قد يتحول الى انتثار مضاعف في حال ما انضافت بريطانيا الى حليفتي التقليدية وقامت بالخطوة نفسها وهو الامر الذي باتت تظهر مؤشرات بخصوص امكانية تحقيقه ورغم ان امكانية اعتراف المملكة المتحدة بمغربية الصحراء يبدو مستبعدا خلال العام الجاري الذي سينقضي في غدون اسبوعين الا ان توالي المعطيات التي تصنف في خانة احتمال لحاق لندن بواشنطن يشي بان الرباط مقبلتنا على خطوة كبيرة على درب الطي النهائي للملف الذي استمر 45 عاما وهو الامر الذي اتضح من خلال شروع البريطانيين على غرار الامريكيين في توجيه استثماراتهم الى الاقاليم الصحراوية المغربية دون حرج بالاضافة الى تقديم الدعم السياسي للمغرب والتنويه بمقترح الحكم الداتية وتستعد بريطانيا العام المقبل لاطلاق مشروع اكس لينكس الطاقية الاضخم من نوعي في تاريخ البلاد على اراضي الصحراء المغربية اذ اعلنت المؤسسة البريطانية رسميا استثمار 18 مليار جنيه استرلينية في حقول الطاقة الريحية بالمغرب والتي ينتظر ان يجري انشاؤها بما يرافق ذلك من بنى تحتية ما بين اقليمي طنطانة وواذي الدهب في اطار مخطط لندن بعيد المدى الذي يهدف لتذويد كافة ربع البلاد بالطاقة النظيفة والتخلي تماما عن مصادر الطاقة التقليدية في اوفق 2050 والمثير في المشروع انه سيربط الصحراء المغربية بالجزيرة البريطانية مباشرة عبر الكابل الناقل للطاقة المار وسط البحر والاكبر من نوعي في العالم متفاديا استخدام البنى التحتية لكل من اسبانيا وفرنسا وهو الامر الذي اعلنت عنه صراحة الشركة صاحبة المشروع في اشارة الى الخيارات البذيلة للمملكة المتحدة عقب دخول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبية حيث التنفيذ في 2021 وقد سبق لها ان بدأت التمهيد لاعتماد المغرب كشرك اقتصادي استراتيجية في عدة مجالات عقب البريكسيت وكانت المملكة المتحدة قد وقعت مع المغرب في اكتوبر من العام الماضي ثلاثة اليات قانونية تشكل اتفاق شراكة شاملة بين البلدين تمهيدا لما بعد البريكسيت وهو الاتفاق الذي وقع وزير الشؤون الخارجية ناصر بريطا وكاتب الدولة لدى وزرات الشؤون الخارجية والكومنوالت اندرو موريثون هذا الاخير الذي كان قد حل بالرباطة في شتنبر من العام نفسه واعلن حينها ان بلاده تدعم بشكل كامل المثلثل الاممي لحل قضية الصحراء كما تدعم الجهود الجدية ودات المصداقية التي يبدلها المغرب في هذا الصدد ويبدو ان احتمال الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء امر مطروح بالفعل حتى على طاولة اسبانيا المستعمر السابق للمنطقة وهو ما كشف عنه مقالة لصحيفة الاسبانيول نشر بتاريخ 12 دجنبر 2020 والذي اورد ان المغرب يعتمد على المملكة المتحدة لتكون القوة العظمى التالية التي تفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية رابطة الامر بجملة من الاتفاقات التي وقعتها الرباط ولندن في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية ولو تحقق هذا الامر ستصبح المملكة المتحدة تاني دولة عظمى ودائمة العضوية في مجلس الامن تعترف بمغربية الصحراء بعد الولايات المتحدة الامريكية علما انها كانت قد ثوتت بالاجابة على مشروع القرار الصادر في 30 اكتوبر الماضي بخصوص هذا الملف والذي اغضب الجزائر وعصابة البوليساريو لعدم اثيانه على ذكر استفتاء تقرير المصيرة وهو المشروع الذي ثاغته امريكا ومر على حساب المشروع الروسي بتصويت ايجابية من فرنسا والصين ايضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر